تناول وزير الخارجية سامح شكري خلال تلقيه مكالمة هاتفية من نظره النروجي اسبين بارث تناول مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المطلوب القيام بها لضمان التنفيذ الكامل لبنوذ قرار مجلس الأمن 2720 ونقش الوزيران الأليهات الأممية على وجه السرعة بشأن تسهيل وتنصيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كما تناول الوزيران التحديات التي تواجه نشاط وكالة الأنروا على ممارسة عملها إسرى قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة مما يزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية في القطاع من جانبه سمن أسبين دور الهام الذي تطلع به مصر على مسار تقديم وإصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك فيما تعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ الهدنة الإنسانية في القطاع ترجمة نانسي قنقر